السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة خناءة دايرة في السوشيال ميديا ما بين ميدو وخالد الغندور والخناءة دي المفروض أن الهدف منها هو حب نادي الزمالك والمفروض أن كل واحد فيهم بيتخانق مع التاني علشان شايف أن التاني مش بيحب نادي الزمالك وكل واحد فيهم شايف نفسه أنه هو أكتر واحد بيحب نادي الزمالك فتعنا سريعا كده قبل أن نخش في التفاصيل وقبل أن نروح في أي حتة ونغوص في المعلومات كلها لو أنت أول مرة تشوفني وحاب تشترك في القناة في تحت الزرار أحمر وكتوب عليه سبسكرايب أو اشتراك دوس عليه جنبه جرس دوس على الجرس وخطر أول اختيار ولو أنت كدد قاديم معنا في قناة ما ستشتعمل لايك لأن اللايك مهم جدا في انشار الفيديو وانا ستشتعمل كومنت وانا ستشتعمل شير وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله موجود في قناة نادي الزمالك بيطلع بيقدم برنامج وموجود على صفحته على الفيسبوك موجود على الأكاونت بتاعها الفيسبوك موجود على فيديوهات اللايف بتاعته موجود على اليوتيوب موجود في كذا حتى طيب كابتن أحمد حسام ميدو موجود في برنامج قط اللبس موجود في التويتات بتاعته على تويتر ويعني ممكن بعض الفيديوهات القليلة على سوشيال ميديا يعني فيديوهات ميدو اللي بتشوفوها دي من خلال برنامج قط اللبس ولكن هو اه مش غاوي عمل فيديوهات على اليوتيوب والسوشال ميديا وهكزا. فشفنا ان كابتن خالد الغندور بيطلع في قناة نادي الزمالك بعد المباريات اللي الزمالك بيخسر فيها بيهاجم نادي الزمالك بيهاجم لعيبة نادي الزمالك بيهاجم الجهاز الفني لنادي الزمالك وبيهاجم الطقم بتاع الفريق كله. طيب ما فيش مشكلة طب ما انا واحد اهو يا عم ويوتيوبر لسه على قدي. ولما الزمالك بيلعب وحش باطلع هاجم الفريق كله بيهاجم المخطئ مش شرط هاجم الناس كلها هاجم الادارة هاجم الفريق هاجم الادارة الفنية على حسب الدنيا ماشي ازاي يعني مين المخطئ من وجهة نظري. وكلنا ممكن نخطئ وممكن نصيب يعني ممكن اشوف ان المخطئ من وجهة نظري هو المدرب. ممكن اشوف انه هو اللاعب. ممكن اشوف انه هي الادارة الفنية. ولكن مقدرش اجزم ان ده المقتل. الواحد بس ايه? بيشوف من وجهة نظره مين هو المقتل. طيب تمام. فالمفروض كابتن خالد الغندور بيطلع بيهاجم الفريق بيهاجم النادي بيهاجم اه الطقم كله يعني. المهم كابتن احمد حسان ميدو شاف ان اللي بيعملو كابتن خالد الغندور ده ده يعني ما بيساعدش الزمالك خالص وده مش هو الصح وان اللي بيحصل ده كله غلط وان المفروض ما يهاجمش النادي وما يهاجمش نادي الزمالك ما يهاجمش اللعيبة ولا المدرب ولا الادارة لان هو كده يعني بيحبط اللعيبة وآآ يعني المفروض ان ده في قناة النادي الرسمية ما يعملش كده وبيضرب مثال بيقولك ان النادي الاهلي آآ ما بيعملش كده ولما اللعيبة بتغلط ما بيطلعش يهاجمها على قناته بالعكس بيداروا على آآ فريقهم وبينقشوا المشكل دي في الابواب المغلقة. يمكن معلش تانا قلت ان هو متضايق من كابتن خالد غندور كمان بيهاجم الادارة. لا هو كابتن خالد غندور مش بيهاجم الادارة. فطبعا انا هنقش شق الاول بتاع كابتن خالد غندور. كابتن خالد غندور لو ده طبعه طول عمره ان هو بيهاجم لعيبة الزمالك والادارة الفنية لما بيخطئه محدش هيتكلم يقولي يا عم الراجل زمالكوي بيحب الزمالك وخاف على مصلحته وعايش شوفه احسن نادي في الدنيا. فدايما انا عندي مبدأ انا لو بحبك هوجهك بمشاكلك في وشك. اه مش مش اوجهك ومش شكلك لدرجة ان انا هناك او درجة ان انا اقلل منك لان في نازل تاخد الاسلوب ده اسلوب طبعا قذر. لا. اهو مش شكلك اللي هو اقول لك خلي بالك في كزا وفي كزا وفي كزا وفي كزا وفي كزا وفي كزا. مفروض بني وبينك. طيب لو مش بني وبينك ومش عارف اوصلك خلاص يعني بطلع من الفيديو بتكلم بس بحاول الى حد ما ازبط الدنيا. ايا مسقش اللعيب. ما اعملش يعني كلام كتير جدا كده. واحد بيحاول يعني الى حد ما يراعي ربنا في الموضوع ده يا رب ربنا يوفقنا ويسبتنا بحاجة زي كده. ولكن كابتن خادر غندور لما كانت الادارة السابقة موجودة برئاسة الاستاذ مرتضى منصور. ما كانش يقدر يهاجم الفريق تماما. كان الفريق بيبقى خسران سبعة واربعين صفر. طبعا بغض النظر عن الرقم ان ممكن احد يقول لي فريق اونا بخسر سبعة واربعين صفر. انا بتكلم يعني كناية عن الفريق بخسران مثلا بنتيجة كبيرة. او نتيجة رخمة. عمره ما ادايق اللعيبة. عمره ما طلع شتن في اللعيبة. عمره ما طلع هاجم اللعيبة. عمره ما هاجم الادارة الفنية. لأ كان يطلقوا ايه. معلش يا جماعة عادي. هنعود ان شاء الله. هنعود في الفاينل. اه معلش يا جماعة عادي. معلش يا جماعة عادي. معلش يا جماعة عادي. ليه? لان الادارة ما كانتش سامحاله ان هو يتكلم. طيب دلوقتي الراجل بيتكلم وبيهاجم اللعبين يا باشا ده المتحدث الإعلامي لنادي بيهاجم اللعبين والمدرب انت عايز اكتر من كده ايه محاس الإعلامي اللي هو أستاذ عصام سالم اللي هو القديم مش الجديد مش عمر الدردير فده راجل جاي بيهاجم اللعيبة يعني ده متحدث إعلامي باسم نادي من كبار أندية أفريقيا طالع بعد المطش بيهاجم اللعيبة اللعيبة لأ مش عايزة تلعب وفي حد تاني عضو في اللاجنة الثلاثية كان موجود برضو على الفيسبوك مش فاكر اسمه ايه برضو كان بيناقش الموضوع في الفيسبوك في الكومنتات يعني مع الناس يعني فصباح العسل يعني صباح العسل بجده الله العظيم فكابتن ميدو قال كابتن خالد طلع واخد تعليمات من الاضارة انه يعمل كده وانه هاجم اللعيبة وان 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 يعني بغض النظر عن الموضوع ده تماما فلي بعمله كابتن خالد غندور انه هو بيهاجم اللعيبة ده انا شايف انه هو محض تمثيل معلش لان ده مش مبدأ كابتن خالد ينظر طول عمر لو كان ده مبدأك طول عمرك مع جميع الادارات ما كناش قلنا حاجة لكن مع الادارة السابقة تطلع اللعيبة لو لعبة ماتش زي النيلة تطلع برافو معلش مش مشكلة عادي ان شاء الله انا عقد في اللي جاي بإذن الله جو جو انا عقد في اللي جاي بإذن الله ما تقدرش يعني مش هينفع تهاجم الادارة ومرطان منصور موجود او تهاجم اللعيبة يعني فده مش مبدأك فالموضوع فيك جدا فانا مع عكبتن ميدو ان الموضوع ان هو بيهاجمك انت بتهاجم اللعيبة ماشي وفي نفس الوقت انا معاه مش معاه ان هو في صفه لا ده انا لسه الكلام اركبتن ميدو لا انا معاه ان انت اللي بتعمله ده يعني غلط بس انا ليه وجه نظر غيره هو وجه نظره بتهد بتهد من اللعيبة واحنا عادينا نبني لا 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 خالص انا بقى اجي من اللعيبة ما فيش الكلام ده مش هنقعد نحسس وندلع لكن وجه نظر ده مش مبدأك فالموضوع فيك فانا معاه في ان انت تبطل تعمل كده عشان فيك جدا ومش مقتنع بيها بتلاتة جنيه بعد اذنك يا كابتن خالد بطل تهاجم اللعيبة لان الموضوع عمرنا ما هنصدقه ان ده مش مبدأك طبعا كابتن رحمد حسان ميدو بيكلم كابتن خالد غندول ان احنا هنا اه اه ما ينفعش اه ان احنا كده بنهاجم اللعيبة ولازم عشان كده اللعيبة هتحبط فانا ما هاجمش اللعيبة وما هاجمش باتشيكو تمام بس هاجم الادارة ها 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 يعني فرقت في ايه لا اللعيبة بتحبط الادارة ما بتحبطش يعني يعني هو سواء اللعيبة او الجهاز الفني او الجهاز الاداري هم ايه التلاتة الموضوع عندهم فيه مشكلة كبيرة النادي كله كنادي الزمالك عندنا مشكلة كارثية نفسيا اداريا معنويا تيكتيكيا خططيا ماليا ماديا اي ايا وانت رايح كده احنا دينا مشكلة اكبر مش هقعد اشوف انا هاجم الادارة احسن ولا هاجم اللعيبة يا ترى يا ترى لا ما هو انت بتهاجم الادارة برضه وعلى علن ودي مش حاجة حلو انت راجل اعلامي مفروض اطلع اتكلم بحيات انا لو عندي برنامج وباتكلم فيها اتكلم بحيات مش هقعد اضرب في ترند واشتن في ناس او اعمل امكلم عمتا مش كده وده واعمل عشان اجيب ترند بقى وابا الناس يشوفني يا عزي يا واحد عمر عاطف يهاجم ادارة اتنالي زمالك على الهواء مباشرة من مجموعة قنوات ميكي ماوس عمر عاطف يهاجم فرجاني ساسي وبن شرقي من مجموعة قنوات ميكي وبطوت ولا اي حاجة انت راجل اعلامي محايد بطلع اتكلم بحيات اه في هنا تقصير في هنا مشكلة انا وجهت نظر ان فيه كذا كذا مش هطلعوه اتو عايزيني من نادي الزمالك اتو اتبعوزو النادي اتو اتخرمو فملخص الموضوع كابتن احمد حسان ميدو اللي حريك تعمله غلط ومش ده حب نادي الزمالك مش ده حب نادي الزمالك خالص نهائي وكابتن خايد غندور انت بتعمله غلط وفيه حتة تانية عادة اضيفها امان كابتن حسان ميدو كان بيقول لكابتن خايد غندور انت كنت بتعيط شان تيجي نادي زد تمسك عضو مجلس الضارة فيه وفي الاخر مردوش ياخدوك طبعا كابتن خايد طلع قالك اه على القالة انا مش شغال عضو مجلس الضارة في نادي وشغال مستشار فني في نادي وشغال محلل اللي بقيت النوادي في الاخر فن الانتماء فقى كابتن احمد حسان ميدو كابتن خالد الغندور مش ده اللي يثبت لنا انكم تحبوا نادي الزمالك تحبوا نادي الزمالك اعملوا حاجة للنادي اعملوا حاجة للنادي كفية كلام كلام شبعنا منه كان مع اخوك عمرو عاطف من قناة صاحب الكورة شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم